انا عايز اقول لكم خبر عجبني بصراحة خبر حلو يعني انا من شوية قلت لكم انه حسين الشحات عمل موقف مش مقبول مش سليم مش صح اللي عملوا مع الشيبي قلت لكم موقف لجنة الانضباط وقلت لكم انه انا لو عايز حد يعاقب حسين الشحات فيبقى النادي الاهلي هو اللي يعاقبه بالغرب عجبني جدا انه منذ لحظات منذ الثواني قليلة النادي الاهلي اصدر بيانة رسميا بيقول فيه انه هيغرم حسين الشحات على الموقف اللي حصل النهاردة انتجاه الشيبي لاعب بيراميز اقول الموقف كارل كابتن ساعة عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات بعد المشادة التي حدثت بعد مباراة اليوم موقف محترم كعايدة النادي الاهلي كعايدة النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيخلاكش تلحق تلومه ما بيخلاكش تلحق تلومه بصراحة ميزة عبقرية في النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني كلما تيجي تمسك غلطة أو تقول مثلا النادي الأهلي ما عملتش كده ليه أو إزاي النادي الأهلي ما يعملش كده فتلاقي النادي الأهلي تصرف سريع النادي الأهلي ما استناش حتى البكرة الصبح عشان يطلع القرار ده لا هو بعد المباراة على طول وإحنا بنتكلم كان مطلع القرار ده وده رد على بعض المتعصبين الأوليلين مش الكتير اللي تلعوا بعد الموقف يقول لك لا أو أنت ما شفتش أنت بتعرفش الشيبي عمل إيه يمكن الشيبي هو اللي استفزه يمكن يمكن لا تصرف العمل حسين الشحاد هو تصرف خاطئ حتى ما اعترفنا أن حسين الشحاد لعب مهزب لعب خلوك واحد من أفضل لعبي الموسم بس لما يعمل موقف خاطئ نقول عليه خاطئ وده شيء طبيعي جدا وأكيد ما كانش مقبول وكان موقف محترم برضو من حسين الشحاد أنه راح سريعا واعتذر ليه اللعب واللعب قبل اعتذره خلصت الحكاية عند هذا الحد